اهلا وسهلا بكم في قناة انا تكنولوجي النهاردة هنتكلم عن درس جميل جدا ومفيد جدا وخاصة للناس اللي بتستخدم المترو نخش على جوجل بداية ونكتب برنامج اسمه كايرو مترو تمام كايرو مترو او مترو القاهرة تمام بيظهر لك البرنامج بالشكل ده بتدوس انستول او تثبيت بعد ما بتدوس انستول او تثبيت هيظهر لك باللون الاخضر ده قبن اللي هو فتح البرنامج دي وقت البرنامج تمام كل اللي عينة بنعمل ايه بنضغط على مثلا من الى هنا بتحدد المحطة لانت عاوز تروحها وليكن مثلا بتضغط المحطة دي ومثلا بتكتب مثلا حلوان وليكن مثلا حلوان تمام والى المحطة لانت عاوز تروحها وليكن مثلا استدات مثلا يعني تمام هنا بيظهر لك عدد المحطات وتكلفة التذكرة تمام ده بالنسبة للمسار الاول طيب أنا مثلا لو عاوز أروح مسار تاني يعني أنا مثلا عايز أروح مثلا من حلوان تمام عايز أروح مثلا من حلوان من حلوان تمام لغاية مثلا العتبة وليكن مثلا العتبة تمام هيظهر لي هنا برضو عد المحطات وهنا التكلفة للتذكرة كان تمام فيه برضو عندنا لو احنا مثلا عاوزين نروح عبدو باشا مثلا نكتب مثلا من حلوان من حلوان إلى مثلا عبدو باشا مثلا يعني نضغط هنا كده بيظهر لي هنا كامل محطة 24 محطة والتكلفة 10 جنيه ده كده حاجة تاني حاجة عندنا قرب محطة المكاني دي دي طبعا بتدوس موافق وبعد كده بتصغل الانترنت وهيقول لك انت مكانك فين واقرب مترو ليك فين خدوط المترو هنا بيظهر لك مثلا خط الاول بيظهر لك كل محطة تمام هنا مثلا المرج الجديدة تمام بيظهر لك بقى طبعا الخريطة او المابس وكل محطة نفس الكلام كده هي من المرج رغاية حلوان كل محطة نفس الكلام بيقول لك المحطة دي مكانها فين او موجودة فين بالزبط وانا بيقول لك الخط الاول عدد на sindь 35 محطة خط التاني يقول لك 20 محطة عليه المحطات فيه تمام واسم المحطات الشغالة والخط التالت اللى هو كان 13 محطة تمام والمحطات اللي شغالة فيه تمام ده كده برضه قلنا من ولى وبعد كده خطوط المترو قلناها تمام بعد كده عندنا اقرب محطة مترو ده معتمد على الجي بي اس تمام يعني انت بعتمد على الخريطة بتاعتك ومعتمد على الخريطة الموجودة على موبايل هو المابس تمام بعد كده احسب تمام التذكرة بيقولك مثلا لو انت عاوز تحسب مثلا قلنا مثلا من محطة مثلا حدوان تعني اكتب مثلا من حدوان مثلا من حدوان الى مثلا محطة اه المعادي مثلا تمام المعادي اهي هنا بقولك عدد المحطات حدوص المحطة وعادة تذاكر واحد هتوى خمسة جنيه طب لو خليتهم مثلا اهو تسع تذاكر اقولك خمسة واربعين جنيه عاصف تذاكر اهو كل ما تزود او تناقص بيقولك كمان التكلفة التذاكر كلها تكون على بعضها كام تمام لو انت مسلا عاوز تروح مسلا من من فين مسلا عاوز تروح من بتكتب في من اللي هو المحطة اللي انت عاوز تروحها اهو من مسلا بكتب المحطة لانا عاوزها وليكن مسلا قلنا احوض الروح مسلا من حدوان لغاية مسلا محطة اه مسلا عبدو باشا مسلا تمام عبدو باشا بيقولك عدد المحطات كم محطة هوت 24 محطة تمام والتذاكر اهو التذاكر الواحدة تبقى عاملة كام طيب كل ما زود كده كل ما يسعى التسكرة بيعلى. تمام? يعني مسلا عصر تذاكر بمية جنيه. حدث تسكرة بمية وعشرة جنيه. تمام? تطبيق ده الصراحة جميل جدا. انا باستخدمه دايما لمركب اي اي موصاته خاصة المترو. تمام? لانه بيوضح لك اقرب متو الليك فين. يعني حتى انت لو كنت في مكان متوحفز المترو موجود فين. كلها رايك تضغط اقرب محطة مترو. تمام? وهيزي بي اس. هيوليك المكان اقرب محطة ليك فين. ياريت لو كنت في الفيديو ما تشتشتعمل لايك في الفيديو وسبشكرايب القناة بتاعتنا وشيره عشان غيرك استفاد. في حاجة ربصة حمسيتة وضحها بس في الفيديو. ان اللغة. لو انت عاوز تحول اللغة بتضغط على الايكونة دي وتتحول اللغة. وعن التطبيق اللي هو مين صاحب التطبيق ده. ده بيظهر لك اهو التطبيق او اسم التطبيق. تمام? الفرجن بتاعه. وبيظهر لك اتس اوبين سورس برجيكت. تمام? وهكذا. ده بيقولك عن التطبيق او الناس اللي عملت تطبيق ده. شكرا جزيلا.